السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين راح نعطيكم المقادير الميني بيتزا الثاني مرة نديرها في القناة وهذا المرة يعني شوية تختلف على المرة الأخرى المهم على بركة الله نبدأ ونعطيكم مقادير هنا كما راكم تشوفوا عندي زوج حبة بصل وعندي زوج نيبان ثوم عندي الخميرة التقليدية نصف كاس ولا خمسة ولا 6 مغارف الخميرة عندي طماطيش زعيترة وعندي تقريبا زوج مغارف كبار حليب غبرة مغرفة كبيرة سكر ومغرفة كبيرة خميرة فورية شوية الحلرة بارد عنا الملح زيت زيتون الفارينة والمدافي وباش نعمروا هاي يعني كل واحد واش متوفر عندو فالدار انا نعطيكم كافكار وانتو ما يعني كل واحدة فيك معنا بالي كامل تعرفوا يعني البيتزا كامل تعرفوا يعني كل واحدة يعمرها بالذوق هنا عندي ديفيني دونشواء عندي زوج نواع واحدة تعال الحشاوش والثوم والاخرات تعال الحار وعندي هنا يالسيغيمي يعني مقطع عندي الطون مرغاز خماج غابي طرشي فلفل حارة والزيتون وعندي الموتزغيلة نحط الفارينة هنا عندي كيلو فارينة حطيت الحليب غبرة مع الخميرة الفورية والسكر ندير لهم شوية مدافي كما الحليب غبرة إلا ما كانش عندكم ديروا نص نص كاس حليب سائل نحط الخميرة هنا نحط الخميرة نصف كاس ولا 6 مغارف كبار الخميرة التقليدية خمسة مغارف زيت زيتون الملح نضع الخميرة الفورية تفاعل نضع الأجينة ونضعها في الأسس إذا لم يكن لديكم الزيتر تعودوها بالزعترة سوف نضع الزعترة سوف نضع الزعترة لديناها إلى البيتزا و حتى في الأجينة نبدأ نشمخه في الأجينة لازم أن تحصلوا على الأجينة تلسق في اليد وتكون شوية مرخوفة ممكن تكونوا استغربتوا اليوم لدينا أسبوع الزيت انا أريد أن نستعمل ليجوم ألا سوف نحن بمدامة و تحتم التقليل لدينا أشياء لدينا محروق لدينا أشياء السنة و كما نقوم بمدامة و لدينا أخرى يجب أن نستعمل لدينا أخرى كما رأيكم تشوفون غير نزيد في الماء لازم تكون عندي عجينة في غير ما تلسق في اليد و تكون مرخوفة اشتريها القوام بفضل الماء لازم تتعرى كما رأيكم في القوام بفضل الماء لازم تتعرى نضربها قليلا ونغطيها ونجعلها تخمر نضربها قليلا ونغطيها ونجعلها تخمر للمرة الثانية وإذا كنتم مزروبين ونعندكم الوقت لا يجب أن تخمر العجينة وإذا كان عندكم الوقت وقدرتوا العجينة على البكري مليح إلى خمرت المرة الأولى والثانية والثالثة هنا قطعت ذوك زوج حبات بصل وزوج نيبان ثوم قليتهم كما شفتوا على نار قليلة حتى مرة على مرة لازم نحرك فيهم باش الثوم هذيك ما تنحرك حتى هذا البصل تشوفوه يعني بداية اللون ذهبي نرمو عليه الطماطيش أنا هنا طماطيش كنتم خلطتها فيها مغرفة صغيرة قهوة بخطر الطماطيش اللي عندي حمرة يعني ما هيش طماطيش مليحة خلطت معها مغرفة صغيرة طماطيش مصبرة هنا قمت بتزعيتها ودرت الملح ودرت الفلفل لكحل كما راكم تشوفو العجينة هنا كانت خمرت المرة الأولى حبطت لها الخمور وهنايا خمرت للمرة الثانية راني نحبط لها في الخمور نرش البلوندو تخافاي ولا طاولتها بالفارينة تكتعوا küçük ويلتها في الخبر ممت بفارينة يSaید نرش البلوندو تخافاي بالفارينة والحجم كما تبغونتو مالا بغيتو ديروها أصغر من هكا ديروها أصغر من هكا هنا بغيت نوري لكم طريقتي كيفاش كيفاش يعني نشكل الخبزات البيتزا نقرسها يعني مع الطرف باش يعني نعطي لهذاك الشكل تاع البيتزا وفي الوسط نجبدها كيف نديرو الاسفنج ما نجبدهاش بزاف يعني ما تكونش رقيقة بزاف ما نخلواش خشينا وكي نحطوها في السنيوة نبقى ونضغط عليها ونمشو فيها باش تكون لجينة تعنا كامل على مستوى واحد ما تكونش جيها خشينا وجيها رقيقة وان شاء الله تكونوا يكون كل شي مفهوم وواضح نزيد نديرو احدا قدامكم غرب العقل باش تشوفوا كيفاش وان شاء الله تكلي وان بنجبدو بدية وغربها فيها ذاك الوسطاني الطرفاني منتوشوش يعني بقاها كاك وكي نحطوها ما تضغط على العدينا ثاني كنمشوها شوية خبزها باش متينش خشينا طريقة بزاف سهلة بالخف ما تديش الوقت نبدأ و نعمره فيها هنا كنت قدرت فيها قبل ما نطفي عليها كنت قدرت فيها شوية ترشيم قطعة خليتها غلط زشت غايقها نضيفها من الأكو و طفيت لا تجب أن تكون طياباً نضيفها فيها و نضيف الطرشي نضيفها من الأفضل نضيفها و نحن نضيفها لعجبني بزاف المنزل فيها جميع الفلفل نضيفها ونزيد هذا الزيتون والحار والجبن الموزاريلا يجب أن نعطي لكم أفكار يسخن على أقصى درجة مدة 20 دقائق حتى نصف ساعة تقوم بعملها نظر البيزا تقوم بعملها نظر من أجل تقوم بعملها نظر البيزا تقوم بعملها نظر البيزا تقوم بعمل حمزة تقوم بعمل يسخن في القناة تقوم بعملها نظر البيزا تقوم بعملها نظر البيزا النظر من الأسكين ثم نضيف خماج غبي من فوق 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 نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم اتلاقوا في الفيديو المقبل اشتركوا في القناة